خلونا أكثر نتكلم عن أهميته لأنه مهم لكل الطرفين ذكر وأنثى مع ضيفنا في الستيدي الدكتور سيف الجابري أستاذ الثقافة والمجتمع حياك الله دكتور حياك الله حياك الله مساك خير أستاذ سيف نورتناك العادة الله يحبك في البداية لو تخبرنا أستاذي كيف يستعد الفرد لمرحلة الارتباط واختيار الشريك يعني أكيد فيه خطة معينة لازم الشخص يتبعها وتأهيل نفسي وكذلك تفكير في المستقبل وفي العواقب كيف ممكن تلخصنا هذه الخطوات الأخصة أنا ملخصنا أصلا بس نسيت ما أجيب الملخص مزين أسمه مرحلة الخطوبة وهميتها صح أولا قلنا نقول ملتشة مثلا قبل الملتشة أي قبل الملتشة شوفت أمرك يعني بعد الحمد لله رب العظيم وصلا على سيدنا محمدنا وصحبي وسلم أجمعين حقيقة أنا أريد أصور شيء أمام شيء ليش نحن مثلا إذا نريد نعمل أي مشروع والحن سمين حاني الزواج مشراكة طيب أنا إذا أريد أصوي أي مشروع مثلا تجاري لازم أعرف منه شريكي في هذه التجارة هل يعني أنا لا يعقل مثلا أشارك واحد بعيد عن أفكاري بعيد عن أمكانياتي المادية أمكانياتي الفكرية الجسدية يعني أنا كرجل كبير ما رو مشارك واحد تواب هذه في الحياة صح مثلا فلذلك حقيقة يعني نحن إذا نريد أن نلبس ثوب الاختيار وحسن الاختيار في أبعاد راه استراتيجية كبيرة جدا مشكلتنا في المجتمع في حاجة إلى إعادة تأهيل الأباء والأمهات قبل الأبناء ليش؟ لأن تدخلات أولياء الأمور أحيانا تكون عكسية على الاختيار الصحيح صح فلذلك لما أنا أريد أختار وأنا بتزوج يا أخي عيني أنا غير عن عين أمي صح اللي بتشوف بها وعين هي غير عن عين أمهي صدق فإذن يقولون العين مغرا في الكلام أكيد فإذا أنا أريد أختار في قواعد معينة إيش قواعد الاختيار؟ أول شيء الكفاءة وهذا ما دلنا عليه ديننا الإسلامي أن الكفاءات مهمة جدا في موضوع الاختيار الأمر الثاني المستوى الفكري الأمر الثالث يعني اليوم لغة الجسد لها أثار كبيرة جدا لغة الجسد اليوم تحكم لأنه اليوم ما شاء الله تقافة عالية وعدم الاقتفاة بسني أتزوج ليش نحن نشوف بعد ذلك الطلاق بكثرة يقول لك هي تقول ما أقدر أعيش معها هو يقول أنا ما أقدر أعيش معها طيب وين المشكلة؟ المشكلة أن الاختيار الأول كان خطأ لذلك نحن في الشريعة الإسلامية أننا مرحلة نسميها مرحلة الخطوبة وهي أهم مرحلة لتلاقي الأفكار تناصح الوضع العام التلاقي بلا مكياج تلاقي بالوضوح التام أنا لا يعني أنا ما أتعجب وحدة سايرة تنشاف مخطوبة تروح الصالون لا شرعا ما يجو تروح الصالون ليش؟ لازم نشوفها أطبي عتق لأنها بأيش بتتقدم تقصي الجدامة أهيانا تصلي ما بتصلي أم مكياجها أتب ما ينصد أيوة يعني فعلا ترى الاختيار يعني صعب جدا حدث معنا نحن مدونين تعارفوا عنا قواطع وايد حدث كالتالي ولا عجب أنه ما بنذكر رحنا اسمها بس حادثة قديمة شوي مش معاينة مع مدون صديقي نزيل شو صار؟ يخبرنا شو صار يقول زقروني وملأشنا صار الخاطب يو صار شوف العروسة بعديش بعد العقد واغلو ورحف فيها وكذا والمهم مبسوط بالعروسة باليوم الثاني الصبح قابا شا تريق عمي وعمتي بشوف لحبيبة يعني نزيل فالمهم يقول أنا رحت الصباح ويتم على وقت الريوق وسلمت عليهم وأنا يعني أعساس بيوبون العروس يعني بسلم على حرمتي ماشي بتال بار حزين يقول يوم نزلت وحدة أنا استحيت منولي نازلة هاي خلت وحدة يعني من خواتة حد من الجماعة فيا في خاطري يقول المهم يتسلمت علي أنا قشعرت يقول كيف سلم علي جهة يمنو فالمهم في باب بعد عرفت أن هذه زوجتي فيقول على طول أنا تريقت بسرعة وسويت أمري مشغول وطلعت اتصال يقول بالاتصال بيقول هو الماذون يقول اتصال بالريال قال للشيخ الله يغفر لي والديك لأوراك عندي قال له هيقات أنا حلما هتراها طالك وخلص أوراك يا ولدي قال لي يا أبي لي شفيتها غير عن هاي فلذلك الاختيار مهم جدا ليش نحن نبحث اليوم عن أسرة ممتدة الأسرة الممتدة كانت تبنى على قواعد نظيفة وذات جماليات سواء شرعية أو اجتماعية ترى نحن قيمنا الاجتماعية من ديننا صح بس دكتور سيف أنت تكلمت حين على موضوع الشكل دعنا نقول أن الشكل بعد مهم لكن في أشياء غير الشكل بعد أن الزوجين بيعيشون ويا بعض في أشياء غير مثلا العصبية الكرم البخل الريال بعد ترى يطلع مننا وائد أمور صحيح نظيفة نبقى نتكلم عن الصفات الثانية التي نحن بعد لازم نتأكد منها قبل الزواج طبعا أكيد يعني مثال قريب على هذا تصالت فيني وحدة تستشيرني وهال هاي يبقون يزوجونها بس اللهم قالت لي على إشارة وحدة قالت نحن سألنا عن الرجل هذا كل شيء زين فيه إلا صفة وحدة قلت لها قالت بخيل على أطول قلت لها زوجين أبتج لصفة وحدة تخرب باجي صفة إلا زوجين أبتج ليش لأن بطبيعة الفطرة المرأة تحب الرجل الكريم صح وتكره البخيل هذا مهم جدا لذلك الرجل لما يتزوج نحن صحيح لنزوج الصفات لذلك المرأة والرجل الحمالين الصفات هيش الصفات صفات قيم الحياة الصدق الأخلاص المحبة الكرم الجود التواضع حسن الخطاب عليك نور كل هذه مقويمات الصفات الناجح ما بشكل أني أقبلك وتقبلني هذا مهم لكن لا تتذب علي من البداية إذا تذبت علي من البداية أنا كيف أو من البداية أنت تقول الصيحة الفقر وتقول ما عندي شيء وأنا فقير بعد شوية تكتشف زوجتك أنك عندك ملايين تسخط من أين مباشرة الزين دكتور ذكرت نقطة وايد مهمة اللي هي الصفات إننا نحن نتزوج الشخص عشان صفاته شو هي الفترة الزمنية الكافية عشان أنا أتعرف على الصفات شريك حياتي سواء كانت أنثى أو ذكر يعني للطرفين شو فيها معيار الزمن لوحده يعني في ثلاث جلسات تكشف الإنسان يعني ثلاث جلسات بين الخاطبين بأريحية تامة في الحدود الشرعية توضح الرؤية تماما خلنا نقول ثلاث أسرار يلا نبعنا نعرف أول سر مثلا شو أول سر القبول القلبي بين الاثنين تقبلها وتقبل ليش نحن نقول نقدر نقول ننظر واستخير الارتياح صحيح الكثير يسألوني يقول زينا أنا باستخير أقول تستخير أعرف شي ما أتشف شي قال بس أنا أتزوجها قلت أنت شفتها قال لا قلت أنت استخير صح الاستخارة بعد الرؤية صح يعني أنت يعني أحيان أنا أخطب وأستخير تجي في قلبي فلذلك بعد الرؤية يصير استخارة بعدين هذا قلب صح إذا توافقت القلوب يعني أشياء كثيرة اجتمعت حول النجاح ولكن وتنافرت القلوب المور الماديات ما تقدر تعيش فيها نعم هذا الأمر الأول الأمر الثاني قيمة الرجل قدام المرأة المرأة تريد قدامها رجل ولا تريد ذكر يحذرنا أنا أقول للشباب حتى أعلم في جامعة أقول لها قدام المرأة يكون رجل لا تكون ذكر لأن متى ما كنت ذكر في النهاية الرجل مواقفة مع المرأة ليس بكلامه الرجول الرجول قيمة عالية نظرتك كلامك سلوبك حياتك حركتك يجب أنك تغيمها ما تهتز جدا محرمك وعيالك ماذا فرق دكتور عفوا شاب لأنه بتاخذ الرجل بتاخذ رجل بمواقفة رجله السند وأمان طبعا ما بتاخذ رجل وأنه يعني بتكمل الحياة بروحها بس شو الفرق بين الذكر والرجل الذكورة والرجولة شو الفرق بينهم ذكر كل حد يعني ولا يبالي بالحياة ولا يبالي بالحياة مثلا نحنا عندنا حالة ناز زوجوا وبنتهم وبعد شوية هذا الكلام طبعا موجود جاجة لوحدها في الطيارة ليش هناك قال نبعي بنت حياتك أنت مع السلام روح يطالك خلها وصار عنا ردت هذا الحياة أنا أثق فيه هذا ذكر ما يسوي حتى ذكر ليش لأن المرأة أمانة عندك أنا أمنتك كونك رجل تحافظ عليها مهما حصل حتى لو غلطان المرأة من طبيعة تغلط أي شو دورها في الحياة لازم تنكد عليك وتغلط عليك لازم أنت يطالع صادقين والله يعني صدق ليه إيه فترتك تناكشك من زيل خليسمعونك دكتور يسمعوني ولازم يتعلمون مني أن الرجل يصبر دور الرجل يصبر على زلات المرأة المرأة يعني المرأة بطبيعة تتكذيفة ترتت تحبك تقول لنا أعطيك مثال عندي أحد طالباتي مرة بيننا وبيننا تعارف قلت لك ما خبارك ما خبار رأيالك كان الصيح حلي لها قلت لك لماذا بمي شو صار قلت والله يا دكتور شو بأقول لك قلت لليش قلت الصدق طلقني رغم أنه بيننا حب وعيالك قلت لك قلت والله يالس أتبث في خاريا وسول فيها وجرب حبني أو لا قلت لك أنت طلقني قال لك عادي أنت طالق خير يعني هل هذا أقول أنا رجل لا طبعا ما عند ضبط والسانة ومشاعر مشكلة صدق نحن في هالفترة وأنا أقولها صدق وشفت تجارب وصلنا لدرجة أن نشوف كلمة الطلاق سهلة تطلع على أي موقف صار طلاق سواء كان من الرجل أنا ما سفرها أو لنا ما أخذها لشنط ماركة مثلا هذا سبب تافه أنا بقول لك مسألتين مسألة يجب أن الزواج يرتقي للجنة الزواج مش مال للدنيا أكيد الزواج مال الآخرة صحيح حماية لك فلذلك شوفوا الخطورة أي امرأة طلبت الطلاق من قير يدي بأس حرمت عليها رايحة الجنة ما بالجنة لو صمت وصلت الدنيا كلها رايحة الجنة ما تروحها ليه لأنها خسرت أو خسرت أهم ما عندها وهو بناء الحياة استخلاف الأرض أمر الثاني الرجل إذا طلق الزوجة بلا أذر يراه مهم جدا في حياته فهو هذا لن يكتب له الحياة السعيدة ليش لأن طلق الزوجة لأشياء ما لها قيمة بعض الأشياء تكون قيمة في الرجل وحماية للمرأة ولا يطلقها لذلك الطلاق حل ولكن لا يكون بهذا المستوى متى نطلق نطلق إذا رأى الرجل العاقل إذا استحالت الحياة بينهم يعني رأى الرجل العاقل الحليم الرشيد أن الحياة مع هذه المرأة لا تستقيم رقم أنها حشيم أكيد ولكن لا تستقيم لقواطع أخرى نحن ما نعلمها فلهذا السبب اختيار شريك الحياة أسمى شريك الاستمرارية صحيح هدايا السلسلة يديدة من المشاكل والمحاكم والقضايا وإذا فيه هالف النص يتوهون فكيف في الميزان أن أعرف أن الطلاق يكون حل أو يكون مشكلة أكبر يكون هنا طال أمرك أننا قطاة ذكرناها وهو الرجولة الرجل يطلق امرأته ويكرمها يكرمها يطبق كلام القرآن أيوة ليش الله سبحانه وتعالى لو نظرنا قال سبحانه اللي مساكوا بالمعروف أو تسريح بالإحسان ما هو الإحسان لا أحد يعرفه الإحسان هو الكرم الزايد وتعطيها ضاربها على المؤخر والنفقة والعيال لا الإحسان هو الكرم الزايد للمطلقة حتى نحن يعني لحجنا على الأوليين يوم يطلج الريال حرمتها ستواتختها تيقى يعتنيبها أكثر عن قبل زوجته يعتنيبها ويعتنيب عيالها ويداري عليها ويمر عليها كل أسبوع يعني يعتنيهم أكثر ليش هنا الرجولة الرجولة التحمل أني أنا حتى لو اختلف معاي الزوجة وبغيت أطلقها لازم أعطيها حقها واسترضيها لين ما أموت وأي شيء تبقى أقولها على الخشم شراكة ممتدة مدى الحيال لأنها صارت أم عيالك عندك منها عيال وحتى لو ما عندك عيال منها هم تكرمها وتكرمها لها لأن أمها صارت عمتك وأبوها صار أمك صح أمها هذه خلاص في رابطة دم بينهم بقول شيء والله خطير جدا قيمة الرابطة الذكرتي فيها هاي هاي أمها مثلا لو ماتا وهالا كلها منولي يوديها القبر هذا طريق بنته ليش لأن الدخول على البنات يحرم اللمهات صح فصارت أمتها إلى يوم الدين صحيح أصبح محرم لها محرم وديها الحج وديها مقانة ويسفرها ويقالجها ولما تدفنها ما عندها حد هاي قيمتنا قيمنا كقيم دينية وقيم اجتماعية عظيمة جدا لكن لسه في اليوم شبابنا وولادنا ما براضين يتعلمون فق الحياة ما براضين يعني يدرسون فق الحياة يدرسون ما الليالي النهار والنهار الليل ولكن الزواج حقيقة مدرسة لذلك نحنا كان عنا برامج جميلة اسم برامج عداد وما قبل الزواج وكنت أنا طالف في المحكمة حقيقة أقول لهم لبيكم يطلق قبل الطلاق اعطوا دورة تهيلية علاقتها بالزوجة بعد الطلاق والله دكتور لو كل واحد نوع يطلق ويا عندك شكله بيكانسل موضوع الطلاق أنا عندي كتاب اسمه أداب الطلاق نتمنى يعني عندي كتاب اسمه أداب الطلاق وقلت للمحكمة اخذوه ويبيكم يطلق اعطوه إياه أنا قلت لما تحدى لياي بيطلق في رأس أمية فالمية سبعين فالمية منهم يرجعون ويطلقون لماذا؟ لأن أنا لما أحظ ظوابط العقل والدين والقيام النفس طماعة للخير النفس تتوقي للخير ولكن ما تبقي دائما تسمع نصايح تقرأ هذه النصايح وتشوفها من طرف آخر وتسوي شيء ثاني بس دكتور من خبرتك لو نرد الموضوع اللي هو الاختيار الأساسي لشريك الحياة إلى أي مدى يكون في صدق خلنا نقول في مرحلة التعارف يعني أنت شفت حالات كثيرة وما شاء الله تذكرنا وقائع أحوال كيف تشوف هذا الموضوع أن الصدق في إبراز حقيقة الإنسان في مرحلة التعارف ما قبل الزواج أول شيء يكون فعلا التعارف لأجل الزواج التعارف بإخلاص ليس لي شهوة ولا نزوة ولا تجربة لا إنما الإخلاص لأجل الزواج متى يعني شوف عنياتكم ترزقون صحيح كما قال روه سلم عنياتكم ترزقون إذا الإنسان فعلا إنه الزواج أن الله سبحانه وتعالى يرزقه الزوجة الصالحة الله سبحانه وتعالى يهيئ في طريقه سبحانه وتعالى ولكن يقول لك أنا أتزوج أحيانا يقولون تزوج أفلال أو تاذي أمه وأبوه وأنت بريالي الحماء على الرأس أولا في قلت طيب هاتوني حرمة أنتم في خاطره وتدفعوا فلوس وأنا بأشوف إيباتني زيما إيباتني في دائرة الله مع السلامة بقصص عليها أنا لا أطلب الطلاق هذه الثقافة اليوم للأسف الشديد موجودة عند الشباب فشولي يحميهم ما يحمينا غير الدين لما نعلم الناس قيم الدين ونرفع حرمون السعادة بالإيمان والعلاقات الاجتماعية والمحافظة على هذا الكيان الأسري الممتد كامل عبر القرون في هذه الحالة نحن نستطيع أن نأتي بجيل متماسك يعني شباب يعرفون قيمة الزواج الخوف على الزوجة يعني أنا أستقرب أحيانا هذا الإنسان لا يخاف على زوجته لماذا تخاف على زوجتك لا يجوز إذا يعني الله سبحانه وتعالى أول حاجة حذرك منها من نار جهنم من حرمتك أول حاجة قلقوا أنفسكم وأهليكم وأهليكم من أول أهلك أنت زوجتك أول أهلك زوجتك ليس أمك وبوك أمك وبوك أنت تطيعهم أول حاجة تعرف تختار لذلك الله سبحانه وتعالى أكرم العباد بشمولية الفهم تمام والقيمة الاجتماعية لنحن نحاول نوصل رسالتها للبشر أو للمجموعة أو خاصة الشباب لا تتأففون من الثقافة الإسلامية الثقافة الإسلامية يعني شيء جميل يوصلك إلى الاستقرار الاستقرار الذهني الفكري العاطفي كثير أمور كثيرة أنت تفضلتي بحاجة ذكرت الحين ذكرت ما رديت عليها من الساعة وهو التوافق الخفي وهو أني أستر كل عيب أراه في زوجتي ما يخلو الإنسان من عيوب أكيد وعلى الزوج أن يخفي كل عيب يراه من زوجته يمكن بعض الأمور مات عيبة في الزوجة بس يقبل منها أشياء كثيرة يركز على الجانب الإيجابي وهذا من ثقافتنا الدينية يقول نبو سلم لا يفرق أننا مؤمنون مؤمنة إذا كره منها خلقا رضي بآخر إذا إذا أنا عندي قيم وهي عندها قيم أكيد أنا عندي مساوة أنا سيف أنا مسيف يدامكم أنا عندي مساوة لكن زوجتي راضي عليي شوي أنا راضي عليها الله يحفظكم لأننا عندنا ما يخل ابني آدم إلا وعنده سلبيات وإيجابيات يعني نحنا استمتعنا وائد وياك خلص الوقت أدري خلص الوقت يعني كنا نتمنى أنها تكون حلقة كاملة لكن الوقت أسعفنا شكرا لك دكتور سيف صراحة استمتعنا وياك ونتمنى إن شاء الله أن رياي يقتدعون فيك الله يرزغنا وياهم الخير ونكون قدوة طيبة إن شاء الله الله يحفظكم إذن دكتور سيف الجابري اللي هو أستاذ في الثقافة والمجتمع كل الشكر لك على تواجدك ويانا شكرا لك